أنا لي عند حضرتك رجاء ممكن تدعي الأولادي بالهداية يا رب اهديهم يا رب واشرح صدرهم ورايح بالهم يا رب واجعلهم من أهل الإقبال ومن أهل السعة ومن أهل الرحمة ومن أهل الفضل ومن أهل الكرم واجعلهم يا ربنا طيبين ومطيبين وهدئ بالهم يا رب العالمين وأكرمهم يا ربنا بكرمة الصالحين واجعلهم من أهل حب العبادة يا رب العالمين واجعلهم من أهل من يذوقون حلاوة القرب في عبادتهم وأكرمهم بما تكرم عبادك الصالحين تدعي الأولادي بالإهداية تعبني وكل ما أطلب منهم حاجة بيعملوا عكسها حتى المذاكرة علشان ابني الصغيري ذاكة بيقول لي مش هذاكر غير لما يطلب حاجة مذاكرة مشروطة يعني وهو عمره 9 سنوات وابني التاني 12 سنة مع العلم إن والده متوفي لطيف قوي الابن الصغير بتاع ده مش هذاكر غير لما أخد حاجة واضح إنه هو يا ستي عنده نعمل إي بقى أول حاجة إن الأولاد في الوقت ده بيبقوا محتاجين للوالد جدا لأن لو هم ذكوروا كما هو واضح ده ذكروا ده ذكروا ولدين فهما بيبقوا محتاجين مين محتاجين للأب عشان يتعلموا هم حاسين كده بإن هم بيكبروا ودخلين على مرحلة المراهقة واحد داخل على مرحلة المراهقة واحد في مرحلة المراهقة ترجمة نانسي قنقر